اشتركوا في القناة وطن مقابل شوط واحد ليعزز بهذا الفوز صدرته لدور الدرجة الأولى البحريني للكرة الطائرة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة في حين ظل المحرقة عند خمس نقاط الأهلي تفوق في الشوط الأول بواقع 25 نقطة مقابل 23 قبل أن يعادل المحرقة النتيجة في الشوط الثاني بالتفوق بـ 25 نقطة مقابل 19 بعدها أنهى الأهلي الشوطين الثالثة والرابع صالحه بواقع 25 نقطة مقابل 22 و25 نقطة مقابل 23 نقطة وصل فريق المنامة صحوته بعد أن حقق فوز هو الثاني على التوالي بتغلبه على فريق البساتين بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثامنة لدور الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم ثنائية المنامة تكفل بتسجيلها محمود عبد الرحمن والمحترف البرازيلي دييغو يرفع الفريق رصيده إلى ست نقاط بما تلقى البساتين خسارته الثالثة على التوالي ليوصل تراجعه ويبتعد بفريق خمس نقاط عن الحدة الذي ضمن صدرته لمرحلة الذهاب في الدور البحرينية في لقاء آخر تألق حارس الحالة إياد ناصر وساهم بشكل كبير في خروج فريقه متعدلا من دون أهداف في مباراة أمام الملكية ليرتفع الرصيد الملكية إلى عشر نقاط في المركز السابع متقدما بفريق الأهداف عن الرفاع الثامن احتل الحالة المركز التاسع بسبع نقاط وخطف فريق المحرق فوزان ثمين على سترة بهدف دون مقابل ليصعد المحرق لوصافة التهتيب بثلاث عشرة نقطة فيما توقف رصيد سترة عند أهداع عشرة نقطة وضعته في المركز الخامس